اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجب أن تكون مصصات الدم من البقرة وهي ديجامريضة تتولي هذه القرادة هزة في المواد التي يعدها في الجهاز الهطمية هذا البروتوزوير يدخل عبر العرق أو بحثة تبغي القرادة تمص الدم يدخل الدم لبقرة ويجب أن يستطيع التكاتل على على الظهر الكوريات الحمراء يجب أن يدخل الوصول الكوريات الحمراء لكي يستطيع التكاتل ومطنطقة ويجب أن يفرج علىها ويخرج لكي أردت أن يأتي الكوريات الحمراء ويجب أن تكون هناك حتى أن هذه البقرة تتطيع تتحرك الدم ويجب أن يعدها مشاكل التي تبينوا النص فورية ومسائل التي سنحضر عليهم من بعد كيف قلت لكم أول شيء يجب أن نعرفها هي أننا باش نقدروا نحاربوا بوصفير أول شيء اللي هي الوقاية هي القرادة إذا نحاول أننا نحيدوا عين القرادة إذا ثاني حاجة كيفاش سنعرفوا هذا بوصفير هذا من الحويج باش تتعرف أخي الكساب ويجب الكساب بوصفير هي أولا أن البقرة ما تتبقى ستعطيك الحليب هذا هو حويج المعروفين عند الكساب كاملين ثاني حاجة أنه ضروري كيف تنقول أنا دائما أنه الكساب ضروري من أنه يكون عنده واحد ترمومتر أو محرار ضروري أنه بحيط إذا بحيط البقرة فهذا الوقت هذا تتكون كيف قلت لكم في الوقت ما بين البداية للربيع حتى الأخر للصيف تتبدأ مثلا أعراض حبسات الحليب وحسين فيها بأنها سخنات إذا تنشد المحرار تنضون عبرها الحرارة إذا الحرارة تتولي هنا تتكون ما بين تقريبا 40.5 وهي وانت طالع هذه ما تتعنيش بأن البقرة لها فيها بصفير ولكن لدينا حوال يدخلين اللي يجب أن نعرفهم منهم أنه يجب أن الغدد اللمفوية اللي كيف ستشوفوا معنا في الصورة يجب أن يكونوا منفوخين إذا ستشوفوا في التأثير ما جاء الفيديو الغدد اللمفوية اللي تبارك الله تتكون كبر من اليد اللي أجمعناها تتكون كبيرة لدينا الغدد اللمفوية ريتروفارنجيان بريسكابولير وغدد اللي تتكون في الدرع إذا هذو غدد اللمفوية اللي أنتم مراكم كيف ستشوفوها في الصورة وكيف ستشوفوها معنا في الفيديو لدينا حوال يدخلين اللي منهم أن هذه تتكون في الأخر البقرة بحيث تكون ضربها بصفير 1-3 أيام و 4 أيام يبنونها في العين ويبنونها ويبنونها بحيث انقيطات كحنين التي تسمعها علميا بلبي بيتيتي وهذه تبينه بأن العروقة بدأت والدم والتي ينقص من هذه البقرة وتبينونها حتى حتى الصفورية إذا تتبيني نعود ثاني في الفتحات الجهاز السنسولي تنحلوا وتبينون نعود ثاني نعود ثاني نقيطات وتبينونها بأن ولا تتنسطالها واحد لانيمي ولا مقص في الحديد اللي هو المكون الكوراية الحمراء اللي هو مكون كبير من الكوراية الحمراء وهنا يخص ضروري واحد تدخل بيطاري ولا تدخل دي الناس ده والاختصاص باش انه يقدروا انهم يحبسوا هذا البروتوزواء هذا البروتوزواء ولا هاد الطفيلي دي الدم باش انه مايبقاش تكاثر وهنا كيف قلت لكم بانه ضروري واحد تدخل ليكون علمي ماشي تدخل ليكون هامجي ولا عشوائي اذا نتمنى ان هذه المعلومات يكونوا فادوكم نتمنى انكم الناس اللي عندهم اسئلة اللي عندهم طموح باش انهم يديروا مشروع جانهم وبغوا انهم يديروا تكوينات ولا استشارات خاصة ولا تتبع تقنيد المشروع مع اليوم غير انهم يتصلوا بنا في الارقام ديولنا شكرا لكم كان معكم محمد طام مستشار خاص معتمد من الوزارة الفلاحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته